اسمه قانون حماية المنتج الوطني والدائرة المعنية هي دار التنظيم التطوير في ورق قانون رقم 11-2010 وهذا قانون مهم جدا ونحن لحد الآن قمنا بحماية 85 منتج وطني وهذا قانون فعال ويتم فرض تعريفة قمرية إضافية على سبيل المثال جميع معامل السمنت الأهلية والحكومية كانت شو متوقفة على عمل صناعها سواضح كلام يقول لك يعني يعتقد هذا الإجراء بأن نحبر على ورق موجود تفعيل لا لا شون موجود تفعيل حسنا أجلب لك مثال بس تسمح لي تفضل احنا سمنت فرضنا تعريفة قمرقية على السمنت المستوردة عالميا جميع معامل السمنت الأهلية والحكومية بدأ بالعمل بإنتاج الطاقات المتاحة وطاقات التصميمية الآن احنا وصلنا إلى حد 25 مليون طن من سمنت المحلي العراقي الآن اليومان لدينا قدرة على التظهير السمنت لو ما هذه الحماية كانت أغراق بسبب دعم المنتوج أو دعم المصدر السوق العراقي من السعودية ومن التركيا ومن الإيران ودول الجوار وإلى آخره بالنسبة لهذا القانون الفعال أي شخص أكو ضرر من البضاعة ماته يقدم طلب إلى دارة نظيم التطوير الصناعي وهناك جهة معنية أو جهات معنية بداخل الدائرة ويدرسون الموضوع ونرفع طريق المجلس سراءة موافقة والحكومة العراقية جادة جدا الترعاد عبد المادي شخصيا جادة بدعم هذه القضية وحماية سوق المنتج بس ما مكر أكو مستورد يأثر المنتوج أنت ما تقدر أنت ما تقدر تمنع الاستيراث لأنه أكو عشرات الآلاف من البضايا كلها ما منتج بالسوق العراقي قانون حماية المنتج العراقي هو لدعم الصناعين أن يبنون مصانع في داخل السوق العراقي وما يستوردون أي شيء الآخر من اسمه القطاع الصناعي يعني تفقوا يا بصراحة قطاع الصناعي خلال سنوات الحصار ندمر بالكامل كان عدنا بحضو عشرين ألف مصنع اندتر